رؤساء جمهورية مصر العربية رؤساء جمهورية مصر العربية منذ عصر الجمهوري بداية من ثورة 23 يوليو الرئيس محمد نجيب من الثامن عشر من يونيو 1953 حتى 25 فبراير 1954 وكان رئيس مجلس قيادة الثورة الرئيس جمال عبد الناصر 25 فبراير 1954 إلى 27 فبراير 1954 الرئيس محمد نجيب 27 فبراير 1954 حتى 14 نوفمبر عام 1954 وعزله مجلس قيادة الثورة من منصبه الرئيس جمال عبد الناصر الرابع عشر من نوفمبر 1954 حتى 9 يونيو 1967 تنحى منصبه بعد إعلانه عن تحمله مسؤولية الهزيمة في حرب 67 زكريا محي الدين 9 يونيو 1967 حتى 11 يونيو 1967 جمال عبد الناصر 11 يونيو 67 حتى 28 سبتمبر 1970 الرئيس محمد أنور السادات 28 سبتمبر عام 1970 حتى 6 أكتوبر 1981 صوفي أبو طالب السادس من أكتوبر 1981 حتى 14 من أكتوبر 1981 محمد حسني محمد حسني مبارك الرابع عشر من أكتوبر 1981 حتى 11 من فبراير 2011 وتنحى عن منصبه إثر مطالبات برحيله في طولة 25 يناير 2011 ثم قدم للمحاكمة الرئيس محمد حسين طنطاوي 11 من فبراير 2011 حتى 30 من يونيو 2012 المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتولى إدارة الدولة بصفة مؤقتة كرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الرئيس محمد مرسي 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 حزب الحرية والعدالة وعزل فيه 3 يوليو 2013 وذلك بعد مظاهرات شعبية مطالبة بتنحيه دعمها الجيش المصري ثم قدم للمحاكمة الرئيس عدلي منصور 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014 المحكمة الدستورية العليا وكانت فترة انتقالية الرئيس عبدالفتاح السيسي 8 يونيو 2014 وحاليا هو رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر